أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم العالم مع سونا مع برنامجكم الشهير توك شو في الشارع أحب الأول أعرفكم بنفسي أنا عبدو والعروسة الجميلة اللي قدامكم دي اسمها انشراح إن شاء الله في أثناء الحلقة أو الحلقات هتعرفوا دور انشراح دائي بالصد ونبدأ دلوقتي مع بعض حلقات برنامجنا ونبدأ بالأخبار الخفيفة أول خبر معنا النهاردة بيقول تعلن إدارة مطار إسطنبول الدولي بتركيا أنها تبحث عن أصحاب هذه الطائرات المطروقة في المطار اللي انتو شايفينها قدامكم دي دلوقتي وإن على أصحابها الظهور واستلامها وإلا سيتم باعها في مزاد عنني يا سلام طيارات لها أصحاب وما بيسألوش عليها وأنا حتى مش لقى يجيب فيسبب وقد بلغ عدد هذه الطائرات المطروقة وانتصل بالشرطة وطلب منهم يجبولو بيزا أو والله بالشرطة فقطوا لحقيته بسرعة واخدت منه السماعة عشان تعتذر للشرطة وإن أخوها صغير مش عارف هو بيعمل إيه وإن الأمور عندهم بخير وما فيش أي مشاكل ولا حاجة لكن الغريب وبعد دقيق بسيطة لقوا ثلاث عربيات شرطة جاية للمكان بسرعة اللي فيه الطفل وعدوا يتطمنوا ويسألوا لغاية ما في الآخر يتطمنوا أنه كل حاجة تمامه بخير لكن الأغرب أنهم بعد شوية يشتروا فعلا بيتزا للطفل وكمان قعدوا يأكلوها معاه وتصوروا معاه زي الصور اللي انتوا شايفينها قدامكم دي طبعا أنتوا عارفين ده لو حصل في وطننا العربي إيه هككوني النتيجة ها عارفين صح؟ عارفين مش لازم أقول ولا طبعا أقول لكم إيه اللي هيحصل للولد اللي اتصل بالشرطة والأخته والأمه والأبوه وجرانه وحتى التليفون اللي اتصل منه كمان عارفين كل دول هيكلوا برضو بيتزا بس يعيني هيكلوها في الآخر الخبر التالت معانا بيقول بيقول لك يا سيدي إن الأصر الفخم اللي انتوا شايفينه في الصور قدامكم دي موجود في قرية في بريطانيا أو الله في قرية احنا عندنا هنا اللي بيبني بيت في قرية وبيدهن الوجه بتاعته بألوان مزخرفة ومزرقشة بياخد عيني عيني ما بيلحقش يدخلو تاني أو الله بس ده مش موضوعنا الموضوع بقى أن الأصر ده كان فيه مرحاض لمؤغزة قعدة حمان مصنوعة من الزهب الخالص عيار 18 يلا كده يا جماعة أنا عاوز الجماعة القرارين اللي عنهم صفرة اللي بيحسدوا الناس حتى على باقو بسكوت بجنيه يورون أهمتهم أنا عاوز في ظرفة إي آقلاء القصر ده الدور اللي فوق حاضن الدور اللي تحت وساحب القصر قاعد بيبيع جرجير عندنا في مصر في السيدة عشان يبقى يعمل بيبي في مرحاض من الدهب وإحنا هنا مش لقيين ناكل وحسب يا الله ونعمل وكيلي سدق اللي قال اللي معاه إرشو محيره رابع خبر معنا النهاردة بيقول موافرة هي السبب في إنه لونه بورتقان وقال كمان إن المصابح دي هي اللي مخليها برضو شايف كل الناس الموجودين عنده بورتقان تسأله يعني أنت عاوز تفهمنا إن المكان اللي بيوقف فيه رئيس أكبر دولة في العالم بيحطه فيه مصابح موافرة ايه؟ رئيس من الأولى ليه؟ وإن هي دي السبب في إنه لونك بورتقان على كده بقى سعاد حسني لما شافت وقالت إنها شايفت الدنيا بمبي بمبي ما كانتش بتجذب ولا حاجة لا ده كان السبب في إن الإضاءة حواليها كانت لامضة جاس طبعا نجد عرفين اللامضة الجاس هي اللي كانت مخليها شايفة الدنيا بمبي والدنيا ما كانتش بمبي ولا حاجة وبعدين التفسير ده عاجبني أنا شخصيا لأن في وطن العربي كل الناس شايفة كل حاجة سودة سودة بسودة يعني على كده العيب مش في الحقيقة لا العيب في اللمض اللي عندنا مش في سبب تاني دي الله نمشيها كده عشان خاطر ترام خلصت أخبارنا الخفيفة وهنتكلم دلوقتي في موضوع حلقة النهاردة من توكشو في الشارع مع عبودة السجل المدني السجل المدني أهم مكان في بلدنا العربية فيه إحنا بنتولد وبنموت وبنسجل كل شيء عننا خصوصا إن إحنا عارفين إن في بلدنا الورق الرسمي أهم من الإنسان نفسه يعني ختم النسر اللي سيادتك بتشوفه ملزوق على آخر كل ورقة حكومية ده أهم منك أنت شخصيا أولله يعني بختم النسر على ورق أيب أنت موجود حتى لو كنت مش موجود وبختم النسر تاني على ورق أملهاش أي تلاتين لازميب أنت مش موجود حتى لو كنت موجود أهمن حاجة؟ أبسط هذا هحكي لكم حكاية صغيرة كده هتفهموا منها أنا أقصد إيه حصلت قدامي أنا شخصيا كنت في أحد سجلات الشهر العقاري في بلدي وكان فيه راجل في التلاتينات أو في الأربعينات من عمره دخل على الموظف وكان واضح أنه حاله زينة كده على أدود وغلبات وطلب منه أنه هو يصحح خطأ في شهادة ميلاد أولاده علشان فيه مشكلة في المراس وقال الراجل الموظف أنه أتفاجأ وبيطلع شهادات ميلاد أولاده الستة أن تلاتة منهم كان اسم الجد في الشهادة طاهر والتلاتة التانيين اسم الجد فيها طاهر فمعنى كده أنهما الستة مش إخوات ثلاثة أخوات وتلاتة أخوات إنما الستة مش إخوات وقدم الراجل الموظف يثبتات كتير من شهادات المهلاد الأصلية اللي كانت معاه بتقول إن هم أخوات وإن شهادات الميلاد دي بتاعتهم وإن الجد مشترك فيها كلهم بإسم طاهر وإن اللي سجل الأسماع على كمبيوتر هو اللي سجلهم غلط فأهو مالوش زام بص الموظف كده بمنتهى البرود للمواطن وبهدوه شديد فاصف الورق وقال له ورقك سليم مية في المية بس لازم اللي يجي يقدم للطلب هنا هو أبوك جد الأولاد دي لأن الغلطة في اسمه هو فمينفعش أنت تقدم عنه فرد الراجل عليه وقال للموظف أنا والدي متوفي من قبل حتى أولادي دول ما يتولده أصلا ودي شهادة وفاته قدام حضرتك فاصلوا الموظف كده في منتهى البرود والرخامة كالعادة وقال له على فكرة أنا مصدقك وشايف شهادة الميلاد من الأول بس يا دي الكوانين لازم اللي الخطأ في اسمه هو اللي يقدم الطلب ومفيش بيدي حاجة أعمل هادف وقام الموظف بصلي وقال لي اللي بعده تعالي يا أستاذ فرد عليه الراجل برضو وقال له يعني أعمل اي دلوقتي حضرتك أجيب أبويا الميت أصحيه أجيبه ازاي علشان يقول لك أن فيه غلطة ويقدم لك الطلب ما أنا ابنه بقدم لك الأوراق والمستندات اللي بتزمي فرد عليه الموظف بعصبية وقال له يعني لازم والدك هو اللي يجي هو اللي يجي يقدم الطلب ومش حد تاني تقول لي متوفي هقول لك مليش دعوة تصرف دي مش مشكلتي دي مشكلتك انت ما تدوخنيش معاك يا أستاذ يالله اللي بعده خرج الراجل يعيني والحصرة في عينه وبيكلم نفسه يقول دي بقوله ازاي ده ده مات الغريب بقى ان فيه ناس تانية بتبقى عاعدة قدام السجل المدني على كافيه أو قهوة وبتبقى حطة رجل على رجل وواضح عليهم انهم مولاد زوات ودول بيقدروا يعملوا كل اللي هم عاوزينه من غير ما يتخرقوا من مكانهم أو حتى يكون معاهم اي ازبتات او اي أوراق ممكن يشيل اخواته من القيد العائلي ويقدر يحط ناس تانية خالص بس كله بتمنوا والملحوظة التانية اللي بنشوفها هناك في السجل المدني بتبقى في الطوابير الكبيرة اللي دايما تلاقيها في السجلات المدنية كل يوم اعداد كبيرة وطوابير طويلة يا طرق السبب في كده وعلشان الناس بتولد كتير ولا علشان الموظفين ما بيشتغلوش ولا علشان كمية الاوراق الكتيرة والغريبة اللي المواطن بيحتاج يعملها علشان يثبت انه موجود يا طرق السبب اللي مخلينا في بلدنا العربية بنحتاج كل الاوراق دي والاختام والامضاءات دي كلها علشان ايه؟ بالنسبة ان احنا موجودين في الدنيا ومش كفاء ان الموظف شايفنا قدامه؟ يعني في الوقت اللي اننا استلعت فيه الامر من اكتر من ستين سنة لسه احنا هنا بنملى مليون ورقة بمليون ختم بمليون امضة علشان نثبت ان احنا لسه موجودين او حتى ميتين يا طرق لما بتكونش ورقة واحدة فيها كل الطلبات كل المصاريف وتخلص بامضة واحدة من موظف واحد بختم واحد وبيت الموظفين يسجلوا الاوراق على الكمبيوتر وحده لما الموظف يغلط في تسجيل اسمي او اسمي ابويا او جدي او حتى اسميلتي ليه انا اللي بتعاقب وارجع اعمل الورق والاجراءات دي كلها من تاني وما فيش حد بتحاسب ولا حد بيحاسب الموظف وما فيش مكان تاخد في حقك والاغرم من كده انك زم فعلت وعلت صوتك على الموظف من الظلم والبرود اللي انت شايفه ده بيعتبر عندنا في بلدنا تعديه على موظف عهد وكأنك بالزبط تتعديت على وزير ولا حاجة وتلاقي ميت قانون تتعاقب به لكن هو لو عمل فيك كل حاجة ما تقدران اشوفكم الحلقة الجاية ونشط اخبار جديدة ومواضيع جديدة تهم كل مواطن في الوطن العربي مع برنامجكم المحبوب توكشو في الشارع شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة